كيف تعرف صفاجة الاصلية من التقليد? اول اشي سلفان. سلفان لازم يكون سلفان محترم. مغلب بشكل صحيح. محكم الاغلاق. اللعبوة مش مفتوحة. الشعور كريستيان ديور لازم يكون على تكفيلة السلفان من الاعلى. زي ما انتم شايفينه. من الداخل. اول اشي في حاجة اسمها باتش نومبر وهذا اهم مشي. الباتش نومبر بيكون محفور على العلبي من الخارج. ون اف زيرو ون. لازم يكون نفسه موجود على العلبي من الداخل ومحفور. في الكوب ون ما بحطوه. ون اف زيرو ون سامحوني من التصوير. ون اف زيرو ون مش رح يكون واضح كثير. الكاب لازم يكون ماجنتيك. الكاب ماجنتيك في التقليد كمان في كاب ماجنتيك لكن الكاب ماجنتيك في الاصلي. فيه الميزة انه ما بركب الا بشكل صحيح. ده بتلاحظوا. بعدل السعر مع الكتاب بمباشرة اذا حاولنا نحطه بشكل خاطئ. رح يعدل او يفلت لفتا انا ابدأ كلبها. بفلت. اذا حطيته بالشكل الصحيح بركب على طولها. اه كمان حاجة شعور كريستيان ديور النحلة موجودة هون. لازم تكون موجودة. طبعا في الكوبة موجودة. اه شعور كريستيان ديور لازم يكون على زي ما انتم شايفين. على الداخل. اه طبعا اهم حاجة الكاب لازم يكون يركب بالشكل الصحيح. في الكوب ون في كاب وبركب اه مغنتيك لكن ما بركب بشكل صحيح. ما بركب بشكل صحيح. تالت حاجة والاخيرة اللي هي الداخل لازم يكون عبارة عن طبقتين. زي ما انتم شايفينه. في الكوبة ما بيكون طبقتين. بيكون طبقة واحدة. يعطيكم الف عافية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.